هلو بنات شوكم شخباركم رجعت لكم فيديو جديد ومشتريات جديدة اليوم موروتين حبيت شوفكم مشترياتنا وصلت لنا الغراض اللي وصيناهم على رمضان فشنو حبينا ان شوفه لكم هذه اول شغلة ما موصلتها الهلينية كانت محتاجتهم ايو والله ما حدي يعني حقيق طاوات بس تعرفوا ان تعبت طاوات تعبت وراحت من الجلب بس احنا ما شاء الله يراد لنا كما قلت لكم محتاجوا هاي القياسات والقياسات كلش حلوة يعني وصل وصل يعني انتو اعتبرت شبيرة والوسط اي بس مو كل شاي يعني كلش شبيرة وهاي مال طماطلات شعب مال بيضايتين مال السحور زين عيني البنات نوعيتهن كلش كلش حلوة اي واللون ما نعجبني همي وهاي خبت شكردانات مو شكردان هو تمرية انا كيف احصى في بيضايتهن هاي البجوز و تين تمريون مال بيضايتين مال انتظروا الهواء وهم على البنات كلش مال تعليق لهم بنات اني وماما واتمي و احتي شوفوهن الثلاثة اي اتشفت مالحكلة مال امه صنة والهمة دامتي هنا مع الخلايا الهوائية اي اي بنات شوفوك هاي الي بخلايا همينة تفيد من يستخدمون القلايا الهائية همينة تفيد الكرازات يعني منيج السوالة همينة تمرية بجوز همينة تشيء حلو طبعا مدى نفتح من وراء الجحال همينة تشكلها نفسي نفسي بالصورة وهذا همينة سيتعجبني بصراحة لون شوية غريب لا هو أفضر طوخ لا هو شدري تركوا شاهدت جميلة كل شيء حلو بنات لون حلو حتى لوني كل شيء حلو ما الكاكاو و ما القهوة وعندنا نسوان المفعل هاي الشغلات نحب هاي الشغلات الجديدة خاصة بشهر رمضان تحسين براحة نفسية لا أكثر بنات الكوب همينة كلش حلو هاي الطلبية صارت يعني كل وحدة شغلة هي اللي رادتها أعني بسلا بنات شكلها بكل شيء جميلة أهي بنات بصيتهم اليا هذول العلب كلش حبيتهم كما الشاي قهوة شكر يعني هاي الأمور كلش حبيتهم انشاءاللا رتبهم من أنظف المطلخ و رتك هنا انا ماما وسط ماما كل شهر تجيب لها سيدي جدوها جديدة يعجبها يوميا اذا قلت شنعوا افتفاي لا حبيبتي لا افتفافوا اي يرجبها تغير اكثر من اكلها احتاج هيش جدورها وسط لا كبار ولا صغار يعني ستغني احتاج احجام مختلفة وطاول بيهم وتجنن كل الشي عني خادنتني بصراحة بنات ثاني خذت هذا السيدي تدرون بياني عندي واحد بس هذا عجبني لانتو تغذت سادة عجبني سادة لاني اللي ماخدنتي منقب ها بنات انا هم ينقب الفترة اذا شفتوني لانتو على شنو اقصر جبت من عنده جبت دون احمر ماراني يجننن بالطبخ وخفيفات ونفس الوقت عمليات مو خفيفات خفيفات يعني لا خفيفات يعني واحد من الناس وتنظيفين اهم شي بنات ملك حب تجلفين تجيب احب جوبة وينجلفة قصدي هذا الدابن الخمح اصر بنات يعني شون كشون الكاشي منقط وهذا العسادة والحلول هي الدابن من نوبي ما بيحل طب صراحة لاني ما قدر افتحها ما بيحل افتح الكومية ورتب الكومية طاوة يصير بطاوة و جدر جدرين كبار واحد وسط واحد كل شي صغير بس هي احلى شي بطاوة بنات كل شي تفيد الطاوة بغوة شغلات الطاوة الجنة وهذا قزاز هذا قزاز هيا بنات نطور هيا بنات نطور لاني يطرع الشكل فهذا قزاز تطوروا بنات على شهر رمضان ان شاء الله ان شاء الله طبخات ماما يدلدون علينا ان شاء الله ان شاء الله كل الحفاية وبعد شي واحد جبت ساركوية كل شي عجبني يعني مال ابن مال عصير فيتش اعداد خيالة تخلي بي لومي بصري هو هذا بنات شوفوها هاي النوعية مالتهم هاي الطاوة لقلكم عليها كل شي بيره بصراحة بنات طبعا هاي كارت هنا كل شي طوي لخلي ارتبلكم اياه وبعدها نتشوفو اياه خلي اناس شنو رأيكم كلش غميت صراحة بنا احسن من كل ساعة نترسلني صراحية ونفرغ لا والله نترسي ولي عجب يشغب فهي تشغب الخاص للعزامين يعني بنات هاي الغراب كلها موجودة من بيج على انستجرام اسمه بيت الخاتونة بس كتموا بيت الخاتونة راح يطلع البنات هاي للطرفة طبعا مني خلاص نضان بخير و سلامة نديره ونترسل شوكليت بس هاي بس هم من بيج بس عافية من بيج حبيت اشوفكم مشتريات المسواق يعني مو مشتريات مسواقي الاسبوعي بما انه انا صوت لكم بذات الفيديو هي مشتريات اشتريناها يعني شغلات الرمضان فحبيت ادمزوا يها هذا المسواق طبعا شوف بنات هاي حطيت هذا بس فبنات شوفوا هذا هنا حطيته مدى اقدر احط به شي لان تعفونا عند الطفل يعني اذا احطوا الشغلات يعني اكلهم كله يتنوهن بصراحة اخاف علي كلش لان ميصر واحد يقل حلواته غوية فهذا هذا وقت احطته هنا فارغ اول شي هنا انا جبت تايت جبت لبن يعني لبنان هاي كله احبه طبعا هذا المسواق السوء مثل ما قلت لكم طبعا هنا جبت الصدر دجاج بنات طبعا هذا منتجات الوطني كلش كلش احب الدجاج ما لان شوفوا بنات يجي يجيب هاي النظافة ويجيب الترتيب كلش حلو وحتى باركة بنات اخذت صابون واخذ الزاهي طبعا هذا الزاهي كلش كلش هذا باعو لانه حاليا العملاق وكرمل بصراحة بنات غشوهن قبل كنت كل استخدمهم بس غشوهن قامل يجيب مي سائل وريحتنا صارت حتى مو طيبة عدو الله دا جرب هذا واكو ثاني يصير اوكسيجين اهمينا البرمات تكون شعلي وحنا ندور في تشيب ريوسة واخفة فهذا يعني انصحكم به انا داجر با كلش جيد وهو هذا اللون اللون البنفسجي احنا انا جبت خس براشتن انا جبت بعض جبت شامبو طبعا انا يستخدم هذا صال لي شهرا دا استخدم هو بانتين كنت استخدم كلير بس كلش كلش جزيان بس صعب القي الاصلي يعني مرات القي اصلي بصراحة اخذ اثنين اثلافة وورا من اخلص اضل ادور ادور على اصلي يجيني كل تكوبي فاخر شي حوالت على البانتين وهمنا البانتين يعني مقاصر فهذا شي كلش حلوب وهمنا يطي الشعر احنا رأيت شعر ناعم و ريحة طيبة غاية همشي و بنات اخذت هاي الصابونة شوفوا بنات هاي الصابونة بعد ما جاربتها بس بس ابو الكوز متق اللي جاربتها فقلت يا خلا جاربتها شونو خسفانة بابنات ريحة طيبة كلش قوية هاي تعقم الوجه يعني شون مثل من استخدم غسل الوجه حتى يتعقموه شي و تدرون بيان استخدم اصلا معاقم على مودي البكترية ما تطلع حبوغ فوالله قال لي هاي انصش بيها الصابونة قال لي كل ازيانة فقلت خلي اجاربها انا جاربتها قبل كل شوالة يعني رقبا قبل ست سنوات سبع سنوات مجاربتها بس ناسيا بصراحة يعني ناسيا شونو انطتني نتيجة فقلت يا الله خلي اجاربها و احنا بنات استوقت بسواج اخذت ساكهة و مخفر اتنا بصل طماطي بيتنجان بوكيتر رمان تفاح موازي يعني هاي الشوالات اللي اه ما المتوار اتنا بنات بيتنجان اي 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 ماشيوي اجيب كل تب صراحة اجيب كل اللي بيتنجاني كبار على مودي الشوالة يعني صار فترة كل شوالة ابد ما دنقلي لان دنقلي عبارة عن دهن نتشبع بالدهن فكل تحاولنا على الشوالة اشتركوا في الفيديو اعجابكم لا تنسونا باللايك واشتراك بالقناة وتفعلون الجرس احبكم بكل شوالة باي باي اشتركوا في القناة